بس ادي الموضوع فالفترة اللي جاية الست المباريات القادمة خلاص ده اصبح امر واقع دلوقتي الست المباريات القادمة عندنا الVR الVR اللي بالمناسبة ما بيتطبقش غير على النادي الاهلي بارح الكابت الناصر عباس شرح الموضوع بتاع الهدف اللي احرازه الهدف اللي احرازه النادي الاهلي مبارح ولم يتم احتسابه الكرة اللي جات في صدر محمد مجدي افشا وراحت وتعاملت بالعرض وهدف الكرة دي لم تحتسب ليه محدش عارف لغات دلوقتي ليه على الرغم من الامبارح رجعنا للVR الحكم الرئيسي في المباراة رجع للVR طب واحنا عاملين الفار عشان يلغي هدف الاهلي بس هيا دي الكرة هيا دي الكرة اللي انا بتكلم عن تلعبت بالعرض محمد شريف هدف الحكم رجع للVR لقاها هند بول وهي ما فيهاش اي حاجة وكابتن امين عمر على فكرة كابتن امين من الحكام الكويسين اهي مش انا اللي بقول مش انا اللي بقول كل خبراء التحكيم قالوا ان الجن ده هو هدف صحيح مية في المية هدف صحيح مية في المية فانا الحقيقة حاجات غريبة جدا انا بشوفها لازم دايما اعمل عليها علامة استفهال وبتكلم بمنتهى الهدوء وبالراحة جدا علشان نفهم بعض والموضوع يوصل لجمهور النادي الاهلي هدف صحيح تم إلغاؤه ركل الجزاء لم يتم احتسابها المنافس بتتم احتساب لي ركل الجزاء وبالتالي هي ركلة الجزاء دي هي ركلة الجزاء دي لماذا لم تحتسب والتنين قدام المحلة لماذا لم تحتسب هنا واحتسبت هنا فبنشوف حاجات الحقيقة لازم ننبه ليها خلال الفترة اللي جاية